مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الاهلي كالعادة الكوليس الخاصة لفريق النادي الاهلي مباراة النجم السحلي ونادي الاهلي مباراة غاية في الاهمية لكن بعيدا عن هذه المباراة طبعا سعداء جدا ان احنا متواجد معنا كابتن طبعا واحد من النجوم نادي الاهلي كابتن نيس بو جلبان بنبقى سعداء بصراحة كابتن نيس ان انت معنا متواجد على شاشة قناة النادي الاهلي حبيب تقولي في البداية على المباراة على الجيم وعلى حضورك وسلام كابتن أحمد فتحي وكابتن سيد عبدالحفيس حطنا في الأجواء كده كابتن أنيس والحاجة طبعا تحياتي طبعا جماهير نادي من خلال قناة النادي تحياتي لكل المشاهدين القناة وخاصة جماهير نادي الأهلي حاجة ثانية بضبط الحالة يعني نستغل كل فرصة أنه يكون النادي الأهلي موجود مش نجي نسلم على اللاعبين اللي كنت لعب معهم كما أحمد فتحي وعشور وكابتن سيد والناس الكل يعني طبعا نادي الأهلي كيجي لتونس أقل واجب أن نجي ونسلم ونشوفهم لأنه طبعا العلاقة دي ما تقعد كبيرة بيني وبين النادي الأهلي اللي عاش فيها أحلى فترات حياتي بالنسبة للمباراة أكيد أنها مباراة صعبة ما هي إلا المباراة الأولى لكن دي ما تقعد مباراة النجم والنادي الأهلي دي مباراة كبيرة على كل الفرق التونسية ما كل مرة تقعد نادي الأهلي إلا وتكون المباراة صعبة نتمنى التوفيق نشوف مباراة طيبة نعرف أنه كل مرة نعمل تصريح يعني يكون فيه الاهلي طرف ضد أي فريق تونس إلا وتصير مشاكل في تونس لكن نقول أنه نتمنى التوفيق ونتمنى أن نشوفه مباراة طيبة علاقة جميلة ورائعة بن أحمد فتحي بالتحديد ويهزر معك على طيولة كابتانيس نعرف أن علاقتك طيبة بكل اللعيبة لكن أحمد فتحي أحب تقوله أحمد فتحي بصراحة كل مرة نتفرج فيه إلا ونتذكر الأيام الكبيرة اللي عاشتها في النادي الأهلي أحمد فتحي الأمانة متعة فرج فيه قمة في الرجولية نقوله إحنا بالتونس يعني لعب مقاتل واحد من أحسن من أساطير نادي الأهلي الأمانة اندفاع قوة حب النادي إضافة إلى شخصيته يعني شخصيته شخصية كنت لما كنت في النادي الأهلي كان قريب مني جدا لأنه شخصية مريحة بطبيعة الحال إضافة لكل النجوم اللي عاشت معهم الحمد لله أن العلاقات قديمة كما نقوله تنتهي الكرة لكن تقعد العلاقات طيبة والحمد لله أن لليوم ما زلت نتذكر الأيام الحلوة اللي عادتها في مصر الله يخليك شكرا 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 كل الشكر والتأدير لكابتن الكبير واحد من نجوم اللي نادي الأهلي كابتن أنيس بجلبان كالعادة كان حريص جدا نكون متواجد في فند الإقامة اللي حي طبعا فريق لنادي الأهلي كابتن سعدها المحفيز وكانت تحية خاصة جدا لكابتن أحمد فتحي للعلاقة الطيبة والجميلة هم دول يعني زي ما بنقوله لدي نادي الأهلي كابتن أنيس عنده حب كبير جدا لنادي الأهلي رغم معتزاله ورجم خروجه عن نادي الأهلي لسنوات طويلة جدا لكن حرصه الدائم أنه يكون متواجد مع نادي الأهلي في أي محفل سواء في أي بطولة متواجدة في تونس يحسب لكابتن أنيس إن شاء الله بإذن الله تكون أجواء طيبة تكون أجواء تنعكس بشكل كبير جدا على نادي الأهلي بإذن الله سقطنا كبيرة والفوز بإذن الله يكون من نصيب النادي الآدي